أم محمد لها قضية قطالت في شرحها ملخصها أنها أقتلت بزوج لا يسلي وهو في ذات الوقت عنيب ولا يستجيب للنصيحة ولها منه أولاد فكيف تتصرف والحال ما ذكر جزاكم الله خيراك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد في الحقيقة ما سمعناه في هذا السؤال مشكلة يشكو منها كثير من النساء وذلك بسبب بسبب تصرف أوليائهن عند التزويج فلا يتحرون الأزواج الصالحين لمولياتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه بدأ بالدين عليه الصلاة والسلام فالمرأة أمانة عند وليها يجب أن يحسن الاختيار له وأن يتحرى الصالح لزواجها فما وقع فيه كثير من النساء من هذا الإشكال غالبه إهمال الأولياء عند التزويج الواجب على المرأة إذا ابتليت بمثل هذا الزوج الذي لا يصلي ولا يبالي بأمور الدين أن تناصحه وأن تأمره بالصلاة ترك المحرمات وأداء الفرائض فإن امتثل فالحمد لله وهي زوجته وإن لم يمتثل فإنه يجب عليها أن تطلب الفراق منه ولا يجوز لها أن تقيم مع رجل يحارب الله ورسوله ويضيع الصلاة ويتركها متعمدا من ترك الصلاة متعمدا خرج من الملة وكفر بالله عز وجل ولا يجوز للمسلمة أن تقيم معه وأما من كان يصلي لكنه يترك صلاة الجماعة أو يؤخر الصلاة عن وقتها هذا مضيع للصلاة ومتساهل في شأنها يجب عليها أن تنصحه وأن تديم الإنكار عليه لعله أن يستقيم فإن لم يمتثل فلها أن تطلب الفراق منه جزاكم الله خير وأحسن إليكم كما ذكرت شيخ صالح ذكرت الأطفال ومشكلة الأطفال وذيلت الرسالة بقولها إن تركت أولادي إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا الأولاد في هذه القضية إذا نظرت فيها المحكمة فإنها تحكم بالأصلح للأولاد فإذا كان بقاؤهم معه فيه مضرة عليهم في دينهم وفي عقيدتهم فإنهم ينزعون منه ولا يتركون مع أب منحرف في سلوكه وفي عقيدته فلينزعون منه وليس له عليهم حضانة ولا ولاية وإنما تنقل إلى من هو أصلح منه جزاكم الله خير وأحسن إليكم